السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أهلا وسهلا بكم وحياكم الله أبنائي وبناتي الطلاب معنا في حصة القرآن الكريم للصف الثالث الابتدائي لمدارس التحفير نكمل سويا بإذن الله خلال هذه الحصة سورة الجاثية سنقرأ خلال هذه الحصة سورة الجاثية من الآية الحادية والعشرون حتى الآية الثامنة والعشرون بإذن الله في بداية الحصة وكما تعودنا دائما نتذكر سويا آداب تلاوة القرآن الكريم حتى نلتزم بها عندما نقرأ بعد قليل بإذن الله وبالتأكيد تذكرون أول أدب قلنا ما هو أحسنتم أول أدب من آداب تلاوة القرآن الكريم قلنا هو الوبو نتوضأ قبل أن نمسك المصحف الأدب الذي يليه ما هو أحسنتم الاستياك استخدام المسواك وسنة من سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إذن استخدام المسواك أو فرشاة الأسنان لنظافة الفم الأدب الذي يليه ما هو أحسنتم قلنا الاستعاذة والبسملة إذا قرأنا أي سورة من بدايتها ماذا نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحسنتم إذن إذا قرأنا أي سورة من بدايتها من الآية الأولى نقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكن إذا قرأنا أي آية أخرى قرأنا الآية الثانية أو الثالثة أو غيرها من الآيات نكتفي بالاستعاذة ونقول فقط أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الأدب الذي يليه ما هو أحسنتم قلنا الترتيل يقول الله عز وجل ورتل القرآن ترتيل كما تعودنا دائما نقرأ القرآن بترتيل وبصوت جميل الأدب الذي يليه ما هو أحسنتم أحسنتم قلنا الخشوع نحاول دائما أن نقرأ في مكان هادئ ومعد للقراءة حتى نتمكن بإذن الله من الخشوع والتلذذ بتلاوتنا لكلام الله سبحانه وتعالى الأدب الأخير ما هو أحسنتم قلنا التدبر والتفكر في الآيات التي نقرأها إذن استعرضنا آداب تلاوة القرآن الكريم الآن نتذكر سويا تنبيهات عامة قلنا مهمة وتساعدنا على التركيج والاستفادة من تواجدنا سويا بإذن الله في حصة القرآن الكريم بالتأكيد تذكرون أول أمر مهم قلنا ما هو أحسنتم إذن احتساب الأجر من عند الله سبحانه وتعالى كل حرف نقرأه في القرآن لنا به حسنة من عند الله سبحانه وتعالى إذن أجر عظيم لتلاوتنا للقرآن الكريم نحن نعيد أحيانا الاستماع أو التلاوة لنتقن تلاوة الآيات بشكل صحيح وهو أيضا زيادة في الأجر من عند الله سبحانه وتعالى الأمر المهم الذي يليه ما هو أحسنتم قلنا المتابعة في المصحف أمر مهم جدا أبنائي وبنات الطلاب اتفقنا دائما أثناء الحصة يكون المصحف موجود معنا نتابع الآيات عندما نستمع لها سويا أو عندما نقرأ مهم جدا أن نتابع في المصحف ذلك يساعدنا أيضا على التركيز والاستفادة بإذن الله الأمر المهم الذي يليه ما هو ممتازين قلنا النطق الصحيح دائما يجب أن نقرأ الآيات وننطقها بشكل صحيح لذلك مهم جدا أن نستمع بشكل جيد في فقرة الاستماع إذا استمعنا بشكل جيد نستطيع بالتالي بإذن الله أن نقرأ قراءة صحيحة خالية من الأخطاء وأن ننطق الآيات بشكل صحيح الأمر المهم الذي يليه ما هو ممتازين قلنا القراءة بتمهل أيضا من الأمور المهمة تساعدنا دائما على القراءة والنطق بشكل صحيح وهو أن نقرأ الآيات بتمهل إذن معنا استعجل في التلاوة دائما نقرأ القرآن ونقرأ كلام الله سبحانه وتعالى بتمهل حتى نتمكن من القراءة بشكل صحيح نتمكن أيضا من الترتيل ومن الخشوع الأمر المهم الذي يليه ما هو ممتازين قلنا المحافظة على المصحف عندما ننتهي من تلاوتنا للقرآن الكريم مهم جدا أن نضع المصحف في مكان نظيف نضع فوق الكتب أو على رف المرتفع ودائما نحافظ على المصحف من التمزق ومن التلف الأمر الأخير المهم ما هو أحسنتم قلنا المراجعة المستمرة مهم جدا أن نراجع السور والآيات التي قرأناها سابقا نراجع سويا أثناء الحصة بقدر المستطاع كذلك أنتم في المنزل مهم جدا أن تراجعوا بشكل مستمر من البرامج التي تساعدكم بإذن الله على المراجعة والمذاكرة ذكرنا برنامج مصحف مدرسة التعليمي نشاهد سويا شعار البرنامج البرنامج طبعا يحوي العديد من القراء والعديد من المميزات المفيدة أتمنى الجميع بإذن الله يستفيد من هذا البرنامج الجميل والمفيد إذن كما ذكرت سورة الجاثية أتمنى الجميع الآن يستعد لنفتح على سورة الجاثية من الآية الحادية والعشرون في البداية سنستمع للتلاوة مهم جدا أن نستمع بشكل جيد وأن نتابع أثناء الاستماع حتى نقرأ بعد قليل بإذن الله جاهزين؟ إذن نبدأ على بركة الله نستمع سويا لسورة الجاثية من الآية الحادية والعشرون وحتى الآية الثامنة والعشرون أعوذ بالله من الشيطان الرجي أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون ممتازين ممتازين يعبدكم العافية إذن استمعنا سويا للآيات المطلوب منها تلعوتها خلال هذه الحصة الآن سنقرأ بإذن الله قبل ذلك أريد أن أنبهكم لبعض الكلمات التي يجب أن ننتبه عندما نقرأها حتى نقرأها بإذن الله بشكل صحيح نلاحظ في نهاية الآية الثالثة والعشرون يقول الله عز وجل في نهايتها أفلا تذكرون أفلا تذكرون إذن يجب أن نقرأها قراءة صحيحة ممكن البعض يقرأها بشكل خاطئ لذلك نبهتكم هنا لقراءتها بإذن الله بشكل صحيح أفلا تذكرون أيضا نلاحظ في الآية الخامسة والعشرون يقول الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا إلا أن قالوا توب آبائنا أيضا هنا يجب أن ننتبه للقراءة بشكل صحيح نقرأ الكلمات قراءة صحيحة نلاحظ سوية مرة أخرى إلا أن قالوا توب آبائنا إن كنتم صادقين أيضا نلاحظ فائدة موجودة في الآيات في الآية الرابعة عفوا الآية الرابعة والعشرون وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون إذن أبنائي وبنات الطلاب من الذي يحيينا ويميتنا أحسنتم إذن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحيينا وهو سبحانه وتعالى الذي يميتنا ويحيينا مرة أخرى أيضا نلاحظ ورد ذكر السماوات والأرض في الآية السابعة والعشرون دائما يرد ذكر السماوات والأرض في كثير من الآيات وهي من مخلوقات الله العظيمة التي تدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى ولله ملك السماوات والأرض إذن مخلوقات الله العظيمة دائما ترد في الآيات إذن استمعنا للآيات معرفنا بعض الكلمات المهمة وبعض الفوائد في الآيات التي تستمعنا لها الآن جاهزين حتى نقرأ بإذن الله كما ذكرنا في بداية الحصة مهم جدا أن نقرأ على مهل إذن القراءة تكون بتمهل أيضا نتابع أثناء القراءة سيكون هناك وقتها كافية بعد كل آية لتقرأوا بإذن الله بشكل جيد جاهزين إذن نبدأ على بركة الله نقرأ سويا من الآية الحادية والعشرون وحتى الآية الثامنة والعشرون نتابع في المصحف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون وخلق الله السماوات والأرض أعضب الحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون ترجمة نانسي قنقر وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون ترجمة نانسي قنقر 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 قالوا اتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ترجمة نانسي قنقر 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 محزين الله عطاكم العافية سويا لنهاية الدرس قرأنا في هذه الحصة سورة الجاثية من الآية 21 حتى الآية 8 شكرا لكم على حسن استماعكم وحسن متابعتكم على خير شكرا لكم على حسن شكرا لكم على خير المترجمة نانسي قنقر